تتابعون في نشرتنا أيضاً ولكن بعد الفاصل نجيرفان بارزاني والسفير مايك ريتشارتسون يتفقان على ضرورة ولادة حكومة تؤدي لاستقرار سياسي وأمنية وعبار زنجي يفتتح مستشفى كورونا الألماني ويكشف أسباب مشكلة الأدوية في الأقليمة وانحسار منسوب المياه في سد دوكان يهدد مزارع كردستان العراقي بالعطش وزارة الصناعة تطلق مشروع سير المعاملات والتراسل الألكتروني لتقليل البيروقراطية والفساد وتسريع الإنجاز وكييف تستهدف جسراً مهماً في مدينة خيرسون المحتلة وأوكرانيا تستانف تصدير الحبوب عبر موانئها الثلاثة ووفات 38 شخصاً بعد تناولهم خموراً مخشوشة في الهند